موسيقى نجيب لمس أكتاف وننتصر في جولة جديدة وفي كل جولة بننتصر لأننا بنستعين بربنا سبحانه وتعالى والإننا عايزين كل المسلمين يمشوا في طريق ربنا ويوصلوا لجنة ربنا اللي فيها مال عين ونرقت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وشر تعالوا نبدأ موضوع المصرع اللي لا دي بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم عايزة حكي الكسة رجلين الرجل الأولاني كان رجل جميل قوي زيكم كده كان بيصلي وبيعبد ربنا وماشاء الله جي عندي لحظات الموت دخل عليه ملك الموت فنادى النداء الجميل يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح ورايحان ورب راد غير غضبان حط روحه في حنوط من الجنة طلعت فتحته السماوات السبع فرد ورد مرة أخرى بعد أن قال جل وعلا صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحه له بابا إلى الجنة نزل قبره لقى روضة من رياض الجنة جي لما قامت القيامة راح لقى نفسه ما شاء الله واخد كتابه بيمينه وبيعدي على الصراط بسرعة البرق عدى النحية التانية لقى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مستنيه على باب الجنة دخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في واحد تاني بقى كان عكسه تماما كان بعيد خالص عمره في حياته ما سجد الله سجدة فلما جاء عند الموت حصل ان ملك الموتنا ده بالنذاء التاني يا أيتها النفس الخبيفة لما جاء الملائكة يعني تلعب روحه وعشان تتفتح له ابواب السماء لم تفتح اي سماء لهذا الانسان نزل للقبر تعب وتعذب وتبهدل في القبر لما جاء يوم الايامة خد كتابه بشماله فجأة لقى الميزان بتاعه ميزان سيئاته تقيل وميزان حسناته خفيف جدا جاء عدى على الصلاة لقى نفسه داخل النار لقى نفسه مدخول او داخل في سجن انفرادي موجود في النار في وادي سقر يطر رجل الأولاني كان بيعمل ايه والتاني كان بيعمل ايه باختصار شديد حباب قلبي الأولاني كان بيصلي سمع نداء ربنا وأقيمه الصلاة فكان بيقيم الصلاة عمره ما طرق صلاة في مسجد كان بيزجد لله بكل خشوع وكل حب كان بيحب ربنا بجد كان بيتعامل بحب التاني عمره ما سجد لله سجدة يومما جيهم الايامة وكشف عن ساق الرحمن جل وعلا فحاول يزجد مقدرش يزجد لان ربنا قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم طرهقهم ذلة ايه السبب يا ربي وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون اللي رفض يسجد له في الدنيا ربنا رفض انه يخلي يسجد له في الآخرة انا ما ذكرتش المثال ده عشان نقس من رحمة ربنا لكن ذكرته عشان اللي بيصلي يثبت واللي ما بيصليش يلحق نفسه ويصلي لاني خايف عليه ونفس انه ما يكونش مصادر الشيطان نفسنا ان احنا نحط ايدنا في ايدين بعض وننتصر على الشيطان ونجدد البيع اللي لا دي مع رسول الله وقول ان شاء الله هنصلي ونرجع لربنا وقادر ربنا يبدل سيئاتنا كلها حسنات قل لي طب والصلوات اللي فاتتنا قل لك ابشر فالعلماء قسموها لتلت حاجات او تلت اراء رأي منهم بيقول مدومت انت تركت الصلاة مثلا عشر سنين فعليك ان انت تقضي لعشر سنين فعشر سنين ديين تقضي كل فرض مرتين ده رأي منهم ورأي التاني بيقول لا ما هو تارك الصلاة يعتبر كافر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر تركه الصلاة يبقى هو لما يصلي كأنه اسلم الان معلوش ولا فرض وفي رأي وسط جميل اوي انا بحبه بيقول قطر من نوافل صلي الفريد زي ما بتصليها لكن قطر من نوافل لان يوم الايامة لو الفرايد نقصة المولى عز جل يأمر الملكة تخلي النوافل مكان الفرائد ربنا يكرمنا ويكرمكم بس صلي صلي مرتين صلي الصلاة الخمس وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم عايز اقول لحاجة زيارة خالص لو انه واحد اخوي وحبيبي قعد معك في بيتك صديق ليك قعد يخدمك لمدة سنة يغسلك ويكنصلك وينضفلك بيتك ويأكلك ويشربك ويكويلك لبسك هتقول له ايه اللي هقول له ايه هقول له جميلك على ناس يا عمر ما هنسى العمر كله ولله المثل الاعلى تخيل بقى شوف نعم ربنا عليك قد ايه من يوم ما تخلقت الحد النهاردة وانت عد ونعمة الله لا تحصوها يعني مش من باب الشكر انك تسجد ربنا وتقول له بشكرك يا رب على نعمك سبحان الله انا واثق انك بتحب ربنا لكن طالما بتحب ربنا ليه ما بتصليش ليه ما بتسجدش باليدين ربنا وانا واثق ايضا يوثق عمياء ان انت بتحب نبينا صلى الله عليه وسلم لكن لو بتحب نبينا ونفسك تبقى معه في الجنة حل حضرتك متخالك ممكن تكون مع نبي في الجنة وانت عمرك ما سجدت لله سجدة لو بتحب النبي اسجد لربنا علشان تكون مع النبي ده النبي سأل لي ربيع ابن كعب قال له سلني شئا يا ربيع قال له اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال اوه غير ذلك قال هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود عايز تكون معايا اسجد لله كتير عشان تكون مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اقول لك حاجة حلوة تيجي نشوف حال النبي مع الصلاة كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم عشان تعمل زيه وعلشان تكون معاه في الجنة عايز تقول لحالة الظاهرة خالص كفاية انك تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال حب با الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت كرة عيني في الصلاة وكان النبي بيفزع الى الصلاة شوف كلمت يفزع ره فازع اليها في يوم بدر وفازع عيه فى يوم الأحزاب وكان يفزع اليها عند تجدد النعم فى يوم فتح مكة دخل النبي دار امهان واغتزل وصلى تمن ركعات تمن ركعات صلاة الفتح كان صلوه النبي عسيلي الشكرا لله سبحانه وتعالى وكان دايم من يقول أريحنا بالصلاة يا بلال أريحنا به رعيحنا بالصلاة يا بلال رجى الله عنه وارضاه بل كان في مرض الموته في آخر لحظات عمر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الحاجة الوحيدة اللي بيسأل عنها أصلى الناس أصلى الناس يقولون لا يا رسول الله وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طب تيجي أحكي لك صلاة النبي كان بيصليها كانت عاملة إزاي أنا مش عايزة أقولك إنك هتقدر تعمل كده لإن لنا ولا أنت نقدر نعمل كده بس عايزة أقولك حب الصلاة في قلب النبي كان عاملة إزاي سيدنا حضيفة بن اليمان والحديث الرؤون مسلم حبي بيحكي في يوم الآن بيقول رحت للنبي فلقيت وقب بيصلي فحبيت أنتظره بعين قلت طب أخش أصلي معاه فدخل صلى خلف النبي بيقول النبي صلى إزاي بيقول صلى في الركع الركع الوحدة بدأ بالفتحة ثم قرأ صورة البقرة وأنا في نفسي بقولي يمكن يركع بعد 200 آية ما ركعش يمكن يركع بعد 200 آية ما ركعش كمل صورة البقرة قلت يمكن يركع بعدما يكمل صورة البقرة ما ركعش دخل في صورة النساء قرأ صورة النساء كاملة وبعدما خد صورة النساء كاملة رح راجع واخد صورة آلة عمران كاملة فصلى بالبقرة والنساء وآلة عمران ثم ركع فكان الركوع بقدر قراءة صورة البقرة والنساء وآلة عمران ثم رفع من الركوع فكان الرفع من الركوع بقدر قراءة صورة البقرة والنساء وآلة عمران ثم سجد ففعل مثل ذلك في كل ركع يا الصلاة دي خدت منه قد إيه صلى الله عليه وسلم قد إيه كانت مستغرق وقته كان بيحب الصلاة وجعلت كرة عيني في الصلاة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم النبي منحبه في الصلاة كان بيصلي في اليوم والليلة أربعين ركعة سبعتاشر فرائد واثناشر رواتب وحداشر قيام ليل نوافل فمجموع صلاة النبي في اليوم والليلة أربعين ركعة المشركين لما شافوا النبي وشافوا أصحابه قالوا كلمة حلوة عجيبة جدا كان النبي سيدنا جابر بن عبد الله بيقول غزاونا مع رسول الله قوم من جهينا وفقاتلوا قتالا شديدا فالمشركين لما شافوا النبي على الصلاة وشافوا الصحابة قالوا إيه قالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم يترى الصلاة فعلا أغلى عندنا من أولادنا كانت الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند أصحابه كانت أغلى عندهم من الأولاد طب تيجي نشوف حال الصحابة والتابعين مع الصلاة تعال نشوف المنظر أبو بكر الصديق اتخذ لنفسه مكانا في فناء البيت فكان يصلي ويبكي وكان المشكونة يعني يشاهدونه ويتعجبون عمر بن الخطاب اللي كان مسؤول عن الأمة دي كلها فاروق الأمة الأكبر اللي حكم الأمة الإسلامية عشر سنين وست شهور كان بيصلي كل يوم تلت الليل لدرجة أنه لما جاله الرجل من خرسان فقال له ألا تنام يا أمير المؤمنين قال لو نمت الليلة كله ضاعت نفسي ولو نمت النهارة كله ضاعت رعيتي عثمان بن عفان في أثر صحيح كالشمس كان بيصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر ده عثمان بن عفان عبد الله بن عمر بن العاص في ليلة الدخلة تحته صلى بزوجته بستاشر جزء من حبه في الصلاة وشغفه بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى عروة بن الزبير هذا التابعي الجليل اتقطعت رجليه وهو ساجد بين يدي الله قالوا له نسقيك كأسا من المرقد عشان اقطع لك رجليك قال لهم لا انتظروا حتى أدخل في الصلاة فإذا ما دخلتوا في الصلاة فاقطعوا رجلي فلن أشعر إن شاء الله فلما دخلوا وساجدت في صلاته أطعوا رجله فلم يشعر رضي الله عنه أرضاه ثابت البنالي كان يقول كابت قيام الليل عشرين سنة كنت بجاهد نفسي في قيام الليل عشرين سنة قال وتلذفت به عشرين أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها الحسن رضي الله عن وارضاه لما سألوا كيف كنتم تصلون على عهد رسول الله قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة فإذا قضيت الصلاة وخرجنا منها يعني وسلمنا لا ندري أقبلت أم ردت علينا مسلم بن يصار انهد تلت المسجد وهو قائم يصلي ولم يدري فلما عاد الناس إلى المسجد بيشوفوا في حد مات ولا محدش مات لو قائم يصلي قالوا له أما فزعت قال والله ما ضريت سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة ما فاتته تكبيرة الإحرام في المسجد أربعين سنة أربعين سنة ما فاتتوش تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس خلف الإمام في المسجد ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ البيع على إقام الصلاة كما ورد عند البخاري عن جرير بن عبد الله أنه قال بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم أخويا وحبيبي الصلاة صلى حبيب قلبي صلى عشان خايف عليك صلى عشان ربيني يجمعنا مع النبي يعني فاصل قصير ونرجع لك مرة تانية صلى الله على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعايزين كلنا نجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ نصلى علشان نجيب الشيطان لمس أكتفل الله ده إن شاء الله واحد ممكن يقول لي طيب يا شيخ معمود هي الصلاة بالعافية يعني يعني سيبنا أفكر يعني أقول لك حاجة زائرة خالص قبل الإسلام كان ممكن الكلام ده يكون المولى عز وجل يقول لا يكرهها في الدين وقال جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بس طالما دخلت الإسلام لازم تطع ربنا ولازم تستسلم لأمر ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش أقول أنا مسلم ومش عايزة صلي لازم تصلي وعايزة أقول لي حاجة مثال بسيط خالص لو شركة أعلنت عن وظيفة الوظيفة ديت بخمس تلاف دولار في الشهر بس بشرط الشغلانة بتبدأ يوميا من الساعة خمسة صباحا وانت وفقت خلاص وروحت وقعت العقد وهتقبض آخر شهر خمس تلاف دولار ينفع تاني يوم لما تروح الشغل طولهما يا جماعة بصراحة خمسة صبح دي بادر قوي يعني احنا هنعمل يهنبيع لبن لا يا جماعة أنا مش عايزة خمسة صبح أنا هيجي عشر صبح ينفع ما ينفعش كان قبل ما توقع العقد كان ينفع تتكلم براحتك إنما بدون توقعت ووافقتي لازم تقبل وبعدين عايز تقالك سؤال بقى بصراحة كده هو ربنا سبحانه وتعالى يعني محتاج صلاتنا أبدا قال جل وعلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئان صلاتنا مش هتنفعه وطرك الصلاة مش هيدره سبحانه وتعالى وسؤال تاني هي الصلاة يعني هتخسرنا ايه يعني احنا لو صلينا هل ممكن الرزق يضيع؟ هل ممكن مثلا العيال تسقط في المدارس؟ هل زوجتك اللي كانت جميلة مش هتبقى جميلة بعد كده؟ بالعكس ربنا هيبارك لك في كل حاجة لو صليت وسجدت لله لو بتحب أمك وأبوك صلى عشان تبقى في ميزان حسناتهم ولو بتحب زوجتك وأولادك صلى عشان ربنا يحفظهم كان سيدنا سعيد بن مسايب كان يقول لابنه والله يا بني إني لأزيده في الصلاة رجاء أن يحفظني الله فيك واحد يقول لي بصراحة شيخ محمود كلام جميل وكلام معقول ما أدرش أقول حاجة عنه بجدنا سخنته وعايز أصلي لكن عايزك تسخن أكتر وتقول لي بقى شوية كده مميزات حلوة كده في الصلاة عشان أقوم أصلي حاضر على عين وعلى راسي هقول لك أربع تلاف عنصر يعني بجد يحببوك في الصلاة كتير؟ تخليهم ربعمية؟ نشيل سفر ونخليهم ربعمية برضو كتير؟ لا دا أنت مش ناوي تصلي بقى؟ طب صلي ونشيل سفر تاني ونخليهم أربعين تعالوا نشوف أربعين ميزة مميزات الصلاة علشان نشوف إزاي هنصلي وإزاي هنحب الصلاة وإزاي هنجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم واحد الصلاة هي الركن الأعظم بعد الشهادتين قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلة طيب تخيل كده حضرتك عمارة طلع وما فيهاش عمود أكيد هتقع يبقى ما ينفعش أكون مسلم وما بصليش لأن فيه عمود واقع الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين رقم اثنين الصلاة بتعصم الدماء والأموال إن الإنسان لو صلى بيعصم دمه وماله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كم في يوم الآن بيقسم الغنائم فأحد أمن من المنافقين وقال له اتقل الله يا رسول الله قال ويلك ألست أحق أهل الأرض أن أتقل الله فخارد بن وليد قال له دعني أضرب عنك هذا المنافق سبنا قتله يا رسول الله لعله أن يكون يصلي لأنه لو بيصلي فقد عصم دمه وماله سبحان الله وشوف قدر الصلاة وشوف قيمة الصلاة عند ربنا لما ربنا سبحانه وتعالى كما في الحديث القدس اللي رأى مسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي ثم قال إياك نعبود وإياك نستعين إهدنا الصلاة المستقيم إلى آخر الصورة يقول جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وشوف يا أخي بمجرد حتى ما تتوضى يعني في بداية الصالة لسه مجرد ما تتوضى أبواب الجنة التمانية بتتفتح لك وانت لسه ما دخلتش ولا ركعة اسمع لك أنام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث صلاة ترمزي بإسنات صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن نذوه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية شفت الجنة قريبة إزاي بس أنت مشوخ ببالك تعالى أخي وحبيبين شوف الدين الصلاة أفضل الأعمال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها دي أفضل الأعمال إلى الله الصلاة امتثال لأمر ربنا لأن من اللي أمرك بالصلاة هو الله فإذا صليت فأنت ممتسل وأنت ذاكر لله سبحانه وتعالى قال جل وعلا كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وفي الحديث الذي رأى أحمد عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يحيى عليه السلام قال لبني إسرائيل إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أمركم أن تعمل بهن كم من ضمن الكلمات إيه؟ وإن الله أمركم بالصلاة يا سلام يبقى الكل لابد أن يصلي ولذلك اللي ما بيصليش بيرتكب مخالفة يستحق عليها المعاقبة وكان من ضمن الحاجات الجميلة كده كان في طفل صغير في يوم من الأيام كان نازل مع والده مشوار فوالده ركن العربية في مكان مخالف غصبا عنه ملقاش مكان يركن فيه فجي زابط المرور فقال له مين صاحب العربية؟ قال له والدي قال له فين هو؟ قال له في السوبر ماركت قال له طب أنا أعمل له مخالفة عشان هو ركن غلط فقال له طب حضرتك ممكن سؤال قال له تفضل يا ابني قال له حضرتك صليت الفجر النهاردة قال له أنا ما بصليش قال له والدي ارتكب مخالفة هيستحق عليها أو عمل حاجة غلط استحق عليها مخالفة مرورية وإن ترتكبت مخالفة كبيرة ممكن تتعاقب عليها عقوبة كبيرة أو يوم القيامة لأنك ما سجدتش لله سبحانه وتعالى فكان سبب أن الراجل ده يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي الصلاة ربنا سماها إيمان يعني أنت لما بتصلي أنت إنسان مؤمن وقريب من ربنا قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم الصلاة من عظم شأن الصلاة ومن جلال شأن الصلاة عند ربنا إن هي العبادة الوحيدة وركز معي في الحتة دي ومعلش أنا في موضوع صلاة هطول شوية يمكن أكتر من حلقة لأن الموضوع خطير جدا وكتير من الناس ما بتصليش ونفسنا الكل يجدد الباعة مع رسول الله ويسجد لله عشان ربنا يجمعنا يوم اليامة في الفردوس الأعلى من عظم شأن الصلاة إن هي العبادة الوحيدة والفريضة الوحيدة اللي ربنا فرضها ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات كانت خمسين صلاة أخويا وحبيبي وربنا خففها وخلها خمس صلوات بأجر خمسين صلاة تخيل حضرتك خمسة وانت مش عايز تصلي وما لو كانت خمسين كنت هتعمل إيه احمد ربنا وجدد الباعة مع رسول الله وصلي وقوم وتوضى وصلي وازجد وازجد واقترب المشترك بين كل الأديان ما فيش ولا ديانة يا جماعة ما فيش ولا ديانة من لدون آدم عليه السلام إلى قيام الساعة إلا وكان الصلاة هي القاسم المشترك كانت الأساس كان الفرض الأساسي تعالوا نشوف مع بعض كده ربنا قال عن سيدنا يبريم عليه السلام دعاه حينما قال رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي أسيدنا إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقال جل وعلا مخاطبا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ونادت الملائكة مريم أم عيسى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقال عيسى محدثا بنعمة ربه جل وعلا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية وأخذ الله مثق على بني إسرائيل وإذ أخذنا مثق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي الكرب واليتام والمساكين وكولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال مخاطبا سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها الفوق ده كله حاجة يمكن حضرتك تستغرب لها تخارم الصلاة ديت عبودية كل الكائنات يعني أنا قلتلك الأنبياء كلهم كانوا بيصلوا وكانوا بيأمروا أقوامهم أنهم ما يصلوا يعني أنت لو مش بتصلي وبتقولي ده أنا الحمد لله قلب أبيض وبحب الخير للناس يعني قلبك هيكون أبيض من قلوب الأنبياء الأنبياء اللي سجدوا لله وعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ده فوق ده كله يا أخي وحبيبه ده الموضوع طيلا خطير ده مش الأنبياء بس والناس بس اللي بتصلي ده الكون ده كله بيصلي وبيزجد لله سبحانه وتعالى الحجر والشجر والأمر والشمس والنجوم والجبال الدنيا كلها بتزجد لله عايز دليل على كده اسمع معظم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيل صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه قال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض عد معيه والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وفي صنف تاني وكثير حق عليه العذاب تخيل حضرتك متخيل أن الشمس والأمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلهم بيسجدوا لله يعني أنت لو ما سجدتش لله لو ما سجدتش لله تبقى نشاز في كون كله بيطيع ربنا سبحانه وتعالى حتى الملائكة بيصلوا وبيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه السلام في رحلة الاسلام والمعارج شاف ملائكة قيام لله وملائكة ركوع بين يدي الله وملائكة السجود بين يدي الله حتى أن بعض الملائكة منذ أن خلقوا وهم سجود لله فإذا قامت القيامة قاموا من تلك السجدة وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ده حتى الجن مكلف بيصلي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أخوي وحبيبي الصلاة شعار ديار المسلمين أنا عمال بجمع لك نقاط عشان تعرف قدي الصلاة مهمة جدا الصلاة أصل كل شيء في حياتك أصل كل شيء في دنيتك وفي أخرتك الصلاة شعار ديار المسلمين كان النبي لما يغزو أي مكان أي قبيلة عشان تسلم كان قبل ما يغزوهم كان ينتظر حتى الصباح فإذا سمع أذانا لم يقرب من هؤلاء الناس وإذا لم يسمع أذانا علم أنها ديار كفر في البخارية عن أنس بن مالك أن النبي كان إذا غزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم يبقى بنعرف بلاد المسلمين من المساجد مش من السينمات والمصارح وليزاك كان فيه طفل صغير عنده عشر سنين في يوم من الأيام جوم اتنين رجال أكبر كده فبيسأله الطفل ده بيلوله وليس سمحت يا ابني هو السينما منين الشارع بتاعها منين فقال لهم الشارع دوت يودي السينما والشارع دوت يودي المسجد واللي أنت عايزين تروحوله رحوله فتكسفوا وراحوا المسجد وصلوا كان سبب توبتهم الصلاة ميزان بيتأس بها إيمان العبد فلو حبيت تئيس إيمان أي عبد انظر لحاله مع الصلاة قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده حاتم الأصم رحمه الله رحمة وسعب في اليوم من الأيام فاتت صلاة العشاء في جماعة قالوا ثلاثة من أهل المدينة يا عزوه أحسن الله وعزائك في فوات صلاة العشاء في جماعة فبكى فقالوا لماذا تبكي؟ قال لأنه لما فاتت من صلاة العشاء جاءني ثلاثة يعزونني ولو مات والد من أولادي لجاء أهل المدينة جميعا يعزونني ووالله لموت أولادي جميعا أهون علي من ترك صلاة واحدة في الجماعة أخي وحبيبي لازم نجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد لنا حلقة تانية والجولة لم تنتهي وهنكمل في الجولة تبع بكرة عشان إن شاء الله نجيب الشيطان لمس أكتف والدنيا كلها تصلي والدنيا كلها تجدد البيعة وتقوم وتسجد لله سبحانه وتعالى اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يم من كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا أرزقنا جميعا حسن الخاتمة أرزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم أمتنا ونحن سجود بين يديك اللهم مقبط أرواحنا ونحن سجود بين يديك اللهم مقبط أرواحنا ونحن سجود بين يديك اللهم اصقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين سنين العمر تصارع من دوامات الدنيا والشاوى من